نذكر أيضا مشاهدين الكرام بأنواع الحج فضيلة الشيخ الحج تلات أنواع عندنا الحج الذي هو على جهة الإفراد وعندنا التمتع وعندنا القرار بمنتهى البساطة الحج اللي هو الإفراد المتنسك فيه ينوي الإحرام بالحج فقط نعم وبعد ما بينتهي من أعمال الحج بيحرم بعمرة كويس ده اللي ايه المفرد المفرد القارن من الإسمه بيقرن عمرة بالحج بيقرن العمرة بالحج في نية واحدة المتمتع ده بيأتي بالعمرة أولا في أشهر الحج أولا لازم تكون في أشهر الحج اللي هي شوال وذو القعدة وذو الحج وبعدين يحرم بالحج فده يبقى متمتع يتحلل ثم يحرم بالحج يتحلل ثم يحرم بالحج يتحلل ثم يحرم بالحج في نية واحدة